طيب بالنسبة لي اكثر سايد 3.1 اه ابغاك تجيب المحددة طبعا عندك محددة من سايد 2x2 و محددات من السايد 3x3 طبعا عندكم سؤال ثلاثة سؤال أربعة و سؤال سايدة طبعا المحددة من السايد 2x2 جدا سهلة سايدة سؤال ثلاثة سايد سايدة سايدة اربعة و المحددة اسمها ا و المحدد المحدد اسمها بسمايد ف لو جيت قلت لك انا اعطيتك محددة من السايد 2x2 او مصبوب من السايد 2x2 فكيف اضع المحددة بكل بصرة تقول لي اوكي خلينا نمسك سؤال ثلاثة سمينا المحددة في سؤال ثلاثة اسمها ا كيف أجيب المحددة على طول أضرب عناصر القطر الرئيسي في بعض 2 في 4 نقول 2 في 4 ناقص أضرب القطر الآخر 1 في 3 طيب 2 في 4 عندي 8 ناقص 1 في 3 ثلاثة 8 ناقص 3 هذا هو الجواب نسأل المحددة المصفوفة من السائز 2 في 2 سؤال رقم 4 وليكن نسمى المصفوفة هذه نجيب المحددة لها نقول التالي نضرب عناصر القطر الرئيسي في بعض سالب 3 ضرب 2 نقول سالب 3 ضرب 2 ناقص 1 ضرب 5 جدا بسيطة ويساوي سالب 3 ضرب 2 نعطيني هي سالب 6 ناقص 1 في 5 فيها 5 سالب 6 وناقص 5 فيها كم سالب 11 وهذا هو جواب سؤال رقم 4 طيب السؤال رقم 19 محددة من السائز 3 باي 3 عندك أكثر من طريقة لكن هو أحدد لك قال لك أوجد لي المحددة تمام المصفوفات هذه من السائز 3 3 باستخدام الكوفاكتور والماينور في عندنا قاعدة يقول لك عشان نجيب المحددة في طريقة سهلة للمصفوفة من السائز 3 عن طريقة الكوفاكتور والماينور القاعدة كالتالي نقول C I J عبارة عن سالب 1 S I زايدا J في الماينور تبعا نفس العنصر ياش هذا إلا أنا إيش باجبلو باجبلو إيش العنصر هذا اللي يقع في الصف العمود حيث أن ال I رقم الصف وال J هو رقم العمود طيب يجي يلا الآن طيب لاحظوا معايا هنا السؤال طيب أنا أختار أي عنصر عشان نجيب المحددة مثل كيفك أي عنصر أخترته هنا سواء هذا العنصر ولا الثاني ولا الثالث وأنسو حيبديك تطلع به المحددة لكن دائما حتى في الشرح أنه أسهل لك تختار صفوف فيها صفار ليش لأنه إنت لما تجي تكتب تكتب بواحد وسحاجة هذا هو العنصر فلما تصفر تطلعه في أي حال بصفر وما حتى نتطوي المسألة واضح فتعالوا سوفوا أنا أخترت الصفة الثانية حتى نجيب المحددة لهذه المصففة ليش لأنه في الصفة الثانية في صفر فرح أحتاج فقط عمليتين ثلاثة عمليات يعني فقط أخذ العنصر الرقم ثلاثة معنى آخر أخذ العنصر ثلاثة والعنصر ثلاثة بس طيب يلا كيف نحلها أو كي نجيقول سمي مثلا هذه المحددة نقول determinant سوال سعطاش يساوي سالب واحد هذا ثابت آية زاية ج أنا في الصفة الثانية صح أخذ العنصر الأول ده في الصفة الثانية الثلاثة هذا الثلاثة يقع في في أي صفة وفي أي عمود يعني موقع فين والله يقع في الصفة الثانية يعني تقول اثنين زاية ويقع في العمود لو زاية واحد حلو هذا معنى سالب واحد آية زاية ج بعدين أضربه في أضربه في العنصر ده ونفسه ثلاثة بعدين أفتح محددة مو أنا اخترت العنصر يقع في الصفة الثانية والعمود الأول أحذر في الصف والعمود الذي يقع فيه هذا العنصر الثلاثة وإيش يبقى عندي بيقى عند لاحظة معي أربع وسالب اثنين وكم أربع وثلاثة أقول أربعة سالب اثنين أربعة ثلاثة حلو طيب بعدين خلص من الثلاثة أدي في العنصر الثاني الذي يقع في الصفة الثانية اثنين فأقول برضو نفسه طريقة زايدا سالب واحد دي ثابتا هذا العنصر يقع في أي صف يقع في أي عمود يقع في الصفة الثاني وفي العمود الثاني فأقوم بجمع الصف زايد العمود يعني سير عندي أربعة صح في العنصر هذا اللي هو كام اثنين في اثنين وأفتح محددة أقوم بحذف الصف مع العمود يقع في هذا العنصر يبقى عندي واحد سالب اثنين سالب واحد وثلاثة واحد سالب اثنين سالب واحد وثلاثة أوكي طيب طبعا لما تريد تمسك العنصر الثالث صفر ما احضر تكتبه دائما لو بجيب محدد أختار صف في الأصفار عشان أقل العمليات زايد صفر خلاص ويصف صار تمسيط عادي سالب واحد طبعا هنا اثنين زايد واحد ثلاثة صح سالب واحد والثلاثة أي عدد اي عدد والسفر دي يبقى السالب يصل عندك سالب واحد نضرب في الثلاثة يصل عندك سالبا ثلاثة افتح قوس وضرب طرف 5.2 4 في الثلاثة كم فيها 12 بعدين ناقص سالب اثنين في اربعة كم فيها السالب ثمانية اوكي بقى عندكم هنا سالب واحد و ساربعة يعرسه زوجي يبقى يبقى او بمعنى اخر طير السالب واحد في اثنين طفكية كم زايدا اثنين افتح قوس واحد في ثلاثة ثلاثة ناقص سالب اثنين في سالب واحد سالب في سلعة كش موجب واحد يساوي سالب ثلاثة اثنا عشر عندك ناقص مع ناقص سص observers موجب اثنا عشر زايدا ثمانية ثم زايدا اثنين في ثلاثة ناقص واحد كم فيها اثنين ثلاثة ناقص سوري ثلاثة ناقص اثنين اعتدر يعني اثنين ثلاثة ناقص اثنين يا نعم بسرعة كم فيها واحد واضحة بها ساوي جمال انا بس غلطي اعطيك اثنين ثلاثة ناقص اثنين كم فيها واحد يساوي سالب ثلاثة اطنع زايد تمني كم فيها عشرين زايد اثنين سالب ثلاثة في حياتيك سالب ستين زايد اثنين والناتج ساوي سالب ثمانية وخمسين وهذا هو الجواب سعلى جدا فقط تركيز الإشارات مهمة لا تتلخبطوا في الإشارات السالبة بالتوفيق